السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي إلى كل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر والإخوة الموجودين في الخارج تحياتي إلى كل الأحراري في العالم بكل اللغات وبكل لهجات حبيت باش نتحدث هذه المرة في موضوع انتع الحرقة والحرقة في برنامج اللي سميته خدم عقلك كنت أتحدث في هذا الموضوع أعتقد سنة 2008 على حسابي على موقع اليوتيوب قبل أن يغلق ويستبدل بحساب آخر وكنت أيضا برمجنا هذا الموضوع عن الحرقة والحرقة على إذاعة وطنية ولكن للأسف الشديد يوم هو أنه حبينا باش نديروا هذا الندوة الناس اللي وعدوني على جلبه يجي وما جاوش في الوقت المناسب وبالتالي أجلنا الموضوع هذا حبيت باش اليوم أن نتحدث في هذا الموضوع وحبيت على جلبه ننبه بعض الإخوة الشباب اللي ربما رأى منهم اللي رأى هو نوي على جلبه باش يحرق لبعض الأمور باش ياخذوها بعين الحسبان قبل ما هم يفكروا في هذا الموضوع تاع الحرقة والموضوع هو أخدم عقلك بمعنى أنه فكر قبل ما أنت تقرر فكر قبل ما أنت تتخذ قرار أو تتخذ موقف وفيما بعد هذا الموقف والله هذا القرار رأى هو رايح يعود عليك بالسلب وربما تندم يوما لا ينفع الندم لا شك هو أنه فيه ناس رأى محبين يحرقوا لا شك هو أنه فيه بعض الأولياء اللي عندهم ولادهم رأى محبين يحرقوا أو بعض الأصدقاء الأصدقائهم رأى محبين يحرقوا أو أبناء الحي أو أبناء المنطقة أو أبناء المدينة رأى محبين يحرقوا كان اللي ربما راه عنده هدف من الحرق انتعه بمعنى انه راه عنده موضوع معين راه رايح من اجله ولكن كان اللي راه ما عندهش هدف المهم هو كيفاش ينتقل من الجزائر ومن بعده ويوصل للمدينة ومن بعد ربي فرج القضية هذه انتعه الحرق تختلف من شخص الى اخر وتختلف من مدينة الى اخرى لانه مثلا الانسان اللي راه يسكن في مدينة ساحلية وراه مثلا يعرف الاهوال تعالى بحر يعني مثلا انسان اللي راه يسكن في عنابة او راه يسكن في وهرن او راه يسكن في مدينة ساحلية في العاصمة يعرف الدخلات والخرجات كان مثلا انسان اللي راه هو حب يحرق مثلا في باخرة مش كيف ما الانسان اللي راه يحب يحرق هو على زورق كان الانسان اللي ذوك مثلا راه هو حب يشوف واهدي عقبوه في باخرة عقبوه في كونتوناري عقبوه المهم بأي وسيلة ليس كيفما الانسان اللي يروح هو يحرق في زورق في زودياك وما يعرف حتى شيء على البحر ربما ما هوش ساكن في العاصمة راهو يسكن في مدينة واحد اخرى وما عنده حتى علاقة بالبحر ربما ما يعرفش حتى يعوم بالتالي طريقة متاع الحرقة والفهم متاع الموضوع هذا يختلف من انسان الانسان كان الانسان اللي يراه مثلا هو عنده شهادة قال مثلا راهو مثلا عنده تأهيل قال قرأ مثلا مع البلشان المطعم قرأ مثلا ميكانيك قرأ مثلا تعله بلومبري هذيك تعله تلحيم قرأ للاسودير قرأ كثير من مثلا المهن هذيك اللي ربما ما راهو عنده هو مهنة من المهن هذيك بالتالي ذوك هو لما راهو رايح يخرج موش كيف ما الانسان اللي ما عنده حتى مهنة الانسان اللي يراه مثلا هو يحسن عدة لغات قال مثلا يتكلم الانجليزية يتكلم فرنسية او قال مثلا يتكلم الى حد ما السبنيولية ولا الايطالية موش كيف ما الانسان اللي يراه ذوك مثلا هو ما عنده حتى دراية وما عنده حتى علم باللغة الإنسان اللي راه عنده مستوى ثقافي قال مثلا حتى ولو أنه راه مخرجش ولكن عنده معلومات قال مثلا يعرف مثلا فرنسا من خلال قال مثلا راه قاري تاريخ عليها راه يعرف بعض الأشياء على فرنسا مشكف ما الإنسان اللي راه ما يعرف ولو ما عندهش حتى ثقافة الإنسان اللي راه مثلا قال عنده عائلة في فرنسا أو في إيطاليا أو في أي دولة قال مثلا غدوة في حالة ما قطع قال على الأقل هو مثلا يلقى عائلات استقبله لمدة معينة ولو لأسبوع يعرف هو ثم قال المداخل المخرج قال هذه هي محطة الميترو قال هذه هي محطة تاعة القطار قال هذه هاو هنا قال مثلا المطار قال هاو مثلا هذا مكان يسكنوا فيها وهذا مكان يخدموا فيها وهذا مكان كذا عنده يعرف ولو أبجديات موش كيف ما الإنسان اللي هو يروح حتى إذا وصل فيما بعد كنت حتى على قضية المخاطر حتى إذا وصل يوصل هو مع لا بالوش حتى الاتجاه نتعه وراه وراه مع لا بالوش وصل المهم هو بالنسبة له يخرج من الجزائر وانتهى الأمر أراه قعله إحباط أراه قتله صدمة عنده مشكلة ذو كنجيو الأمور هذه وحدة بوحدة طرق هذه نتعى الحرقة الأسليب نتعى الحرقة الأهداف نتعى الحرقة تختلف من إنسان إلى إنسان نجيو أولا لازم نطرح السؤال الرئيسي هو لماذا الحرقة؟ علاش الإنسان هو يحرق؟ عادة هو الإنسان اللي يحرق هو الإنسان اللي خلاص يعني راه وصل للوحد المستوى تغلقت الأبواب عنده كين اللي ربما أراه محقور كين اللي راه مهمش كين اللي راه مثلا بطال كين اللي راه مثلا يعني من كثير من الأقل أمراض وبالتالي ملقاش هو العلاج ما عندوش الدراهم كين اللي راه مثلا نيتيم ما عندوش كون هو يعيلو ربما راه ما عندو خاوتو يتامى قل مثلا راه يخدموه وبالاو بيوش ويروه هل عشية غلبان هكذاك مسكين مغبر تعبان كذا وراه يشوف في حاله دائما راه مازال في الميزيرية كين اللي راه ما عندوش سكن راه مثلا في عائلة كبيرة قال مثلا في ستة في سبعة وما عندوش وين يرقض كذلك راه هو كبر ما عندوش كيفاش يزوج إلى غير ذلك من الأشياء بالإضافة إلى أنه كين هناك محفزات يعني مثلا تلقى بعض الناس هكذا قال مثلا يخرج هو ما على بلشان قال واحد تلقى بنت عمو والله واحد بنت خاله والله واحدة من الأبناء المدينة هذيك اللي يسكن فيها هو خرج هو للخارج يعني الشي هو قال مثلا عام عامين يروح يدخل بالسيارة فهذاك الشاب هذك يجيب عندو الحال يشوف يقولك انتا شوف سبحان الله الناس اللي هنرى تخدم عندها ثلاثين ربعين سنة لا سكنة لا قدمة كما يقولوا والسيدة راح اطلع لثما في عام عامين جاب فيها سيارة كما يقال هشلاخور كاتو جا داخله هو وجاب فيها خاصة الى زاد جاب واحدة من لهم الشي قروت شاب هذك بطبيعة الحال عادي هو انه يجيب عندو الحال ولكن كان بعض المخاطر وكان بعض الاشياء اللي يجهلوها الناس خاصة على الخارج ذرك الانسان اللي راهو قال مثلا راهو خرج عدة مرات مثلا خرج بالفيزا عندو قال مثلا الاهل انتاعوا والله حتى اذا قال مثلا قال انقاضات الفيزان تعوه اراه يعتبر حراك لكن مش كيف ما الانسان اللي راهو ويروح يخاطر بروحه ويروح يفوت في زورك خاصة اذا ما يعرفش الفنون انتاع البحر خطر علاه مرات هو انك تخرج ويكون البحر فيه مفيتو والله العظيم غير تباصي وقدر تموت الطرق انتاع الحرقة والوسائل تختلف اذا كان اللي روي حرق مثلا على البر كان اللي مثلا واحد يهربو قال مثلا عن طريق الباخرة او عن طريق الطائرة او عن طريق الشاحنة قال عن طريق حاوية الى غير ذلك من الوسائل ايضا الاساليب تختلف انتاع الحرقة كان اللي راهو قال مثلا خرج هو هو علاء رابع inspirاء وانتهت هذه المرة أكتب用 الفيزاز انتاع واروا وحرق هاداك مش كيف ما الانسان اللي هو وانت ويخطر بالحياة كان اللي هو يخرج الى هذا البر كان اللي يخرج السحرة كان الليون choro عن طريق البحر كان اللي يخرج عند طائرة كان اللي يخرج في زورق كان اللي يخرج في بخيرة غير كيفاه كان اللي قال مثلا يعقبوا واحد معرفة كيفاه ش يخرج طرق والطرق والوسائل تختلف ذرك الانسان هذا اللي راه هو رايح هي حرك انا ما رانيش نقول لكم ربما فيه بعض الشباب هكذا يعني ربما راه هكذا كمقلق وربما راه محبط وربما راه كين حتى اللي راه وصل للدرجة تعالي يأس والله ذو كنت لما تبدأ تتكلم في هذلك الكلام كأنك انت راه تثبت فيه وكأنك انت راه تقول له ما تخرج لا انا ما رانيش نقول لك يا اخويا لا انا ما رانيش نقول لك ما تخرج ولكن قبل ما انت تتأخذ هذا القرار قرار خطير وراها سترتبعليها اشياء ولما نقول لك في هذلك الكلام انا ما رانيش نخوف فيك وانا ما رانيب النبيه فيك بعض مسائل خوذها انت بعين لحذابان جان لي للحناب ماذا كنت لما يقول هذا الكلام يقول لك انه انا على بالي وعلى بالا ما على بالك بواله ى العبا لك لما تخرج لانك انتا كين بعض من الناس تكون جيوا لها كين بعض من الناس هو يصور لك مثلا الاوروبا خاصة انه الاغلبية يعني هكذا هم يجيوا الاوروبا يصورها لك على اساس انها جنة جنة بالنسبة لهم بالنسبة الاوربيين مش بالنسبة الحراك جنة بالنسبة الانسان اللي راوا عنده الوثائق قالوا راهو قال مثلا عنده خدمة وراهو عنده مسكن لبس عليه وراه متزوج بالمرأة ما شاء الله وراهو عنده سيارة ما شاء الله وراهو هو يروح يدوي في اي مستشفى موش الانسان حراك تقولني انت باللي هو انت لما تخدم الوثائق ومناذك نجيوا لها واحدة بوحدة نعطيلك بعض الاشياء حتى باش انت تاخذها بعين الحسبان باش حتى لما تفكر باش تخرج وتخرج فيما بعد على الاقل تتفكر هذلك الكلام وتقول والله السيد هذا والله انصحني ناصيحة مليحة والله الكلام اللي قالوا لي راهو كلام حقيقي رهم كين بعض من الناس قاسمان بالله غير يشوف يصور لك الدنيا جنة يحطها لك في طبسي ولكن لما توصل ولما تخرج قاسمان بالله العلي العظيم غير يهرب غير يشوفك يهرب غير يسمع بالصوت انتاعك باللي يراك في المكان هذك والله ما تزيد شوف الصورة انتاعه والله غير حتى وتكون بالوثائق موش حراك بالوثائق انتاعك يسمع بيك برك فقط بليك انتارك في الماء في المدينة ذي الفلانية والله رك انتاجيت والله كذا يروح يهرب والله ما زيش شوفه يدير لك قاضية راهو خدام راهو مشغول راهو كذا ما زيش شوفه فقط على جل باش انت ما تلتاقش به وما تحضرش معاه وربما يخاف هو انه يعشيك او يخاف هو انه يسلك لك قهوة هذه الاشياء لازم تديرها اخي الكريم اختي الكريمة لازم تديرها انت بعين الحسبان اولا هذ الانسان اللي يراهه ورايح يا حرق لازم يكون عنده هدف ما هو الهدف انتاعك من الحرقة رايح انتاقائك مثلا لفرنسا لازم على الاقل هو انك تكون عندك بعض الاشياء رايح لفرنسا لازم على الاقل لتكون انت تتكلم الى حد ما ماجي تكون نابغة في الفرنسية ولكن على الأقل تتكلم يعني كما يقولوا أبجديات أنت على اللغة يعني أنت غدوة مثلا لما توصل أنت في المطار غدوة أنت لما توصل أنت للمطار ولا توصل للميناء ولا توصل للمحطة أنت على القطار ربما قد تلقى مثلا قضية أنت تفتيش أو قادر ربما في الظهر أنتك أنتك ما تصر حاجة ويكون فيه تفتيش قادرين فيما بعد وما قال مثلا أنت يهدروا معاك فقط ما نقولوش نابل يحوسوك والله فقط يهدروا معاك مثلا شرطي ولا يعني ما تقدرش تهدر معاك بالتالي أنت رايح تلقى روحك في ورطة على الأقل هو أنه الإنسان يعني يكون يتكلم لغة حتى باش هو فيما بعد قال لغة هذه قال تسلكه قال مثلا تكلم بالأنجليزية غدوة أنت قال مثلا شرطي تهدر معاك بالأنجلي مثلا أو بالطليانية تتحدث لغة غير لغة العربية مثلا تكون تتحدث بلغة واحدة أخرى عندك لغة ثانية غدوة تلقاها أنت مثلا لما تكون خارج لازم يكون عندك هدف بتخرج أنت بدون هدف قال مثلا رك رايح تتزوج قال مثلا رك رايح تدير واسمه الدراسة إلى غير ذلك لازم يكون عندك هدف رك رايح تخدم هذا روي يعتبر هدف المهم يكون عندك هدف الحاجة اللولى هو أنه يكون عندك هدف الحاجة الثانية هو أنك أنت لابد هو أنك تفرق بين الواقع وبين التوقع والتوقع الآن نجي ونفصله فيه بعض الأشياء قضية أنت الواقع لك أنت عندك حلم الحلم شي والواقع شي وحد آخر الواقع هو أنه الشي اللي انترك رايح تتعيشه لما توصل كان اللي ذوك مثلا أنت أراه عندك حلم انت باش مثلا تدرس في الجامعة عندك حلم انت باش تتزوج بواحدة من الشقراوات عندك حلم انت باش تتزوج بواحدة طبيبة وعندها فيلا وعندها سيارة أخر طيراز وهي تخدم عليك هذا رأي حلم عندك انت حلم على جلبك انت تصير شخصية سواء فنية ولا رياضية أو إلى غير ذلك من الأشياء هذا رأي حلم لكن الواقع الواقع شي وحد آخر تدق مثلا الحلم انت تصبح مثلا قائد انت طائرة ولكن الواقع شي وحد آخر الواقع هو الشي اللي تعيشه ذو قضية انت على التوقع توقع ذرك هذا كراو فيه الاحتمالات توقع قادر يكون هو ذو قمثا فيه اشياء ايجابية كما ايضا فيه اشياء سلبية ذو قمثا قال توقع انت توقع من انك انت رك تمرض توقع من انك تموت توقع من انك انت لما تخرج ما عندك شلو اذيق خمسة سنين عشرة سنين عامين عام توقع توقع انت اش حال اش حال رك توقع 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 اش حال تروحك انت امك ش توقع من انه هذا السيد اللي راه عرضك او قل لك ارواح قل ما تلقاه قل ربما في الوقت هذاك يدخل الحبس او يدخل للسجن او يموت او معلى بلشنة او يزليك خلاص توقع هذه الاشياء راه مكيني الناس اللي هما خرجوا و جاءوا للخارج وهذا الكلام اللي راح نقولك لانك راح تستدم به ما رانيش نقولك انا راني نخوف فيك راني نحكيلك في الواقع هذا الشي اللي ربما بالنسبة لك انت راه توقع انا بالنسبة لي اراه واقع لان انا راني عايش في الخارج بالوثائق انتاعي وبالبيت انتاعي وولادي ما شاء الله عليهم راهم كين منهم اللي رأوا كل ما كملت دراسة انتا على الماجستير وراني نتحدث معاك بالواقع ما رانيش نتوقع انتا راك ما زال ما خرجتش انا ما نقولش ما تخرجش راني نقولك خدم عقلك فكر وراني نعطيك في هذه الاشياء كمفاتيح باش غدوة فيما بعد انتا لما تخرج تلقى هذه الاشياء ربما تفيدك اذا انت توقع كل شي توقع انت باللي رك تدخل للسجن توقع باللي تمرض وتدخل للمستشفى توقع باللي انتا قادر تموت توقع انتا باللي مثلا كين اللي راهو مثلا يجي ويخدم وراهو يحراق يخدم عنده واحد ومن بعد يخرج عليه الطريق يخرج عليه الطريق لانه عارف باللي راهو يحراق ما يسلكوش ما عنده معه عقد ما كذا كين والله غير حتى اللي وصلوا للاقتيلة كين والله غير حتى اللي مات والله غير عشياء الناس يلمولوا باش هو يبعثوه في صندوق فكر في التدائيات هذيك فكر في المخاطر الي انترك هتلقاه Texas كين اللي راهو ذوك مثلا هو يخرج فيما بعد هو beyey ويموت في البحر يأكلوا الحوت وفيما بعد ولعائل انتاك كين اللي راهو مثلا من الزوج خلى ولاد واللي كان راهو مثلا خلى والديه كين اللي مثلا خلى مو مريضه او باب هه مريض فكر انتا فيما بعد انت لما تخرج فيما بعد انتا وتموت تخلي فيما بعد حرق الوالديك واذن هذه الاشياء انت لازم تتوقحها كين مخاطر مخاطر انت على الحرقة وهو لن قادر تموت في الطريق قادر فيما بعد اطيح في عصابة قادر اطيح في يد انت جماعة مسلحة من هذه الجماعات اللي رامنوك مثل يدوروا في الصحراء ولا قادر اطيح في مجموعة أقل مثل من المجموعات هذو اللي رامن يخدموهما مع الجهاز تع المخابرات مختارقين هم وكذا يستغلوك قادرين يغتسبوك قادرين يديروك أي شيء هذه الأمور كامل لازمك انت اديرها بعين الحسبان قادر اطيح انت في يد عصابة من هذول اللي رامنوك في الخارج قادرين فيما بعد هم يوضفوك في الزطلة في أي حاجة في الضعارة في أي حاجة هذه الأمور كامل انت لازمك تديرها بعين الحسبان فيما بعد انت قاضي انت الشر هو انه الانسان يخرج هكذاك ما عندوش دراهم فيما بعد كين مرات هو انه الانسان يسرقوه يروحوله دراهم مع لباليش ناره في الزورق هذك طح عليهم الماكان وعندو دراهم ثم الشمخو راح وتمحاو الى غير ذلك من الاشياء اللي انت فيما بعد انت راح قادر تصرى لك ذلك هذا الانسان اللي راح ذلك مثلا هو راح يحب يخرج حاب يحرك انت ذلك مثلا راح تحرك راح تحرك ذلك الطريقة كما قلت منذ قليل تختلف من انسان الانسان ذلك هذا الانسان اللي مثلا راح يحرك هو في باخرة يعرف مثلا واحد مع لباليش ناماتر دوتال شافك ويزيني أوفيسي فيك شما باخرة هكذا وقال هو مثلا راح يخذ عليها دراهم انت عرشوا او ربما راح ورح يعقبو هكذا قال صاحبه قال ابني الحي انت او رح يعقبو ذرك هذا السيد هذا انت لما تدخل تدخل انت في شكل زائر قال مثلا في الميناء والله يدخلك هو للباخرة وفيما بعد هو قال يديرك في كاش كونتونر والله ويجيب لك الماكلة الى غاية هو انك انت توصل للثماء او ربما يديرك في الغرفة انتعو او كذا ويوصلك هو للثماء المدن قال مثلا هذه الساحلية مثلا انت رك توصل للثماء فيما بعد انت تدبر محاينك الانسان اللي راه ذوك مثلا هو راه ورايح يجي في زورق او مش كيف ما الانسان اللي راه ورايح يفوت في باخرة الانسان اللي راه ورايح ذوك مثلا هو يفوت بجواز صفر مدرح قال مثلا هو يزور جواز انتع صفر او مثلا بطاقة اقامة او مثلا بطاقة انتع تعريف قال مثلا واحد راه هو مزور بطاقة انتع واحد فرنسي او بريطاني او روسي او ما علي بليش انا كذا وراه رايح قال هو هو رايح يغامر يغامر يعقب على المطار او يعقب على الميناء او كذا رايح يغامر قادر ربما يحكم قادر يسجن لازم هذا الاشياء لازم تديرها انت في بالك موش قال مثلا تحسبها رايح اعطيل خاصة انه ذرك هو انه التكنولوجيا رايح تطورت رايح الناس تديرها بالبطاقة بيومتريك والبطاقة كيف كيف البيومتريه قادر ايضا انت مثلا تفوت بطاقة بيومتريه او باسبور بيومتريك انت اشخص مثلا انت تزور البطاقة والله وتفوت انت تفوت على السكانر قادر البطاقة او الباسبور هذك يكون هو رايح مولا مدكلاريه مدكلاريه باللي رايح وراحله انت لما جاء عقب قادر ان يحكموك ثم اذا هذه الاشياء انت لازمك تديرها بعين حسبانك فيه مخاطر مخاطر قادر تموت قادر تسجن قادر ربما حتى يحكموك فيما بعد انت يوضعوك في سجن فيما بعد انت الشخص هذك اللي كنت تتحوس عليه ما تلقاش ولا ما تسمعش بيه خاصة لازا تسمع بيك باللي انت رام حاكموك والله خلات يعني هذين ما تسمع بجده وطول يقولك ما تعرفين ما نعرفك فيما بعد انت وشه رايح يصرلك؟ رايح تصرلك خيبة وفيما بعد هذك رايح تصاب باليأس رايح تصاب بالإحباط اذا انت الحلم هذك انتعك حلم مليح حلم عسلي حلم انتعه هو انك انتعك مثلا حلم واقعي ولكن كيفاش انت تحقق الحلم انتعك هذك كين اشياء اللي انت ما تمتلكهاش مش كيف ما الانسان اللي ذوق مثلا نراه هو بالوثائق انتعه وكذا راني نقولك فقط تفكر ما تلوحش روحك للمهلكة يعني نقولك شانا ما تخرجش قال انت ما تخرجش ولا لا ولا راني نسكر عليك انا في الابواب لا انا راني نقولك باللي قبل ما تخرج انت فكر فكر مليح وقبل ما انتا تتخذ قرار اللي فيما بعد تندم عليه تحقيق انتع الهدف انتعك والخيبة واللي راه وراه هي ترتب عليها راه شي كبير ما لازمش تحسب بالامور باللي راهها اطيل قال مثلا انت راه اخرجه صح كينين الناس اللي خرجوا ربما خرجوا في وقت الغفلة ربما خرجوا في وقت خاصة ان وراك تشوف الان ذوك الاحداث اللي راه تصرع هم ضربوا ميطر في المكان الفلاني هم ضربوا منطقة هاي صارت عملية انتحارية هاي كذا بالتالي الحدود راه هم زيرة مش كما بكري بالاضافة الى العملية انتع الانصرية راهها زادت يعني ما بقاتش كما بكري يعني مثلا انا نتحدث عن معاك في الوقت اللي يجيت فيه انا قبل الاحداث هذه انتها سبتمبر يعني مثلا الان في فرنسا قاسا من بالله يكتع تمشي مرأة محجبة وكأنها كاميكاز يعني الناس يشوفوا فيها باستغراب وربي يلطف بخوتنا خلي من السخرية خلي من نظارات هذه القاسية خلي 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 انت تشوف باللي راه ميشوفو في الاطرنج يهداره وكذا والله يشوفو فينا برغم اننا بالوثائق نتاعنا نسكنو معاهم والله العظيم غير شوف غير باللي راه على باله باله بالاضافة الى انه كاين بعض الاشياء اللي يراها توقع لك انت قلت لك انا لازمك تفرق بين الواقع والتوقع لازمك تفرق بين الحلم انتاعك والحقيقة كاين بعض الاشياء اللي توقع لك حتى انت وراك عقبت وحتى انت ترهم بك واغتك شوف مثلا واحد يموت والديه تخرج انتا ما تقدرش تروح التاعك حراق ما عندكش الوثائق باشته كيفش راح تدير والله العظيم المأساة اللي تعيشها خاصة لعد مرتبطة بوالديك ولعد فعلا ابن حلال ولعد فعلا انت ابن عائلة قاسا من بالله تعيش مأساة مأساة لا يعلمها الا الله واسئل مجرب ولا تسأل طبيب كما يقولوا بالجزائرية كاين مراتوا انك تسمع باللي رام واحد من العائلة انتاعك مريض وليكون باباك ولا امك خلي ربما كاين بعض الايتام هكذا اللي ما عندهمش والديهم والله خلي ربما راه هكال مثلا المأساة هذيك راه هكال مثلا قساته والله لكن والله العظيم شوف تتعذب هذا بحمر يتزوج واحد من الاصدقاء انتاعك او من الاقارب انتاعك او من ابناء الحي انتاعك او من ابناء المدينة انتاعك متحذرلوش يموت واحد ما تحذرلوش يزيد واحد ما تعرفوش خلي من المناسبات هذا عيد كيفاش تعيد برا خلي من الامور الاخرى خليها على الله وتبقى انتاعايش يشوفو فيك وكأنك انتا اراك مجرم شوفو فيك هاهو ذاك حراقي شوفو فيك يو خاوتك الجزائريين ما يشي نحضرلك انا على البرانية هذوك غا ما تحضرش خاوتك الجزائريين تلقاهم كين منهم اللي راهو ذاك هو يشوفو فيك يقال هاهو هاذاك او حراك هاذاك هاو بلك واض او بلك واحد يشوفك بلي يقولك ربما نسلك له قهوة او واحد يقولك ذوك هاو جاي نسل في الوضراءهم وتبقى انتاع حتى انتا تولي يتصار عندك هذي كل عقدة هذيك عقدة لانه الناس راها بالوثائق انتاعها وانترك بلا وثائق وركت دور انتا من منطقة لمنطقة اذا الاخ الكريم انتا قبل ما تخرج اول شي هو انك تفكر فيه هو اللغة اذا اول شي لازم تفكر فيه تفكر في اللغة هو انك انت تتعلم ولو ابجديات اللغة سواء فرنسية او ايطالية او اسبانية او انجليزية للبلاد اللي راك رايح لها قل راك جينتا الفرنسا على الاقل تكون عندك الابجديات بالاضافة الى انه لازم تكون عندك مهنة حتى ولو تلقي الخدمة تلقيها ولو حراكة سيدين ترك حراك وربما تلقي خدمة حراك تفكر تكون عندك مهنة قال مثلا حلاق قال مثلا مالباليشانا بلومبي قال مالباليشانا ميكانيسيا تكون عندك مهنة مهنة والمهنة تكون مطلوبة بحيث هو انك فيما بعد انت تلقي الخدمة بالاضافة هو انك لما انت تخرج لازمك تباعد عن المشاكل تباعد عن المشاكل قال مثلا اذا كان وسموه في القطار لازم تكون عندك وسموه تشري بي مش انت حرق حرق ويحكموك حرق يحكموك حرق من ثم طوح تشري بي الكنترول هذاك ربما مراه وش رح يسألك هو يقولك انا اعطني PSD ويقولك اعطني البي لازمك انت تكون عندك بي باش انت تنتقل من مكان للمكان لازم يكون عندك بي بي انتا او بي انتا مثلا باخرة في بعض الاماكن قال مثلا تتمر انت من قناة للقناة والله تكون عندك وسمو كاريل بي انتاك ذاك والله حتى باش فيما بعد انت ما توقعلكش مشكل لانه اهنا خاصة في فرنسا انني شفت والناس اللي رأي معيش اللام يعرفوا والله العظيم شوف في الترا والله في الميترو كي يحكموا واحد يخليوا الناس الاخرين كامل يقعدوا معك انتا فقط يحكموا واحد قال حرق يخليوا الناس اخرين يقعدوا معك انتا يقادر ان يجيبوا لك الشرطة او الشرطة يجيوا لك الثمة وفيما بعد انت تروح صوفي لا تحت معه واحد يعني قال مثلا نحبي عقبك قال شاف اللي هي انتاك والله غذته والله كذا ربما يغمض عيني هكذا يدير لك هو بروسي الاكس قال انتا معلبي شنا واسمك احمد هو يكتب لك معلبي شنا مصطفى هكذا وانتاك قال مثلا تسكن في باري وهو يدير هلك في معلبي شنا فيه تلقى واحد هكذا قال فيه الرحمة ولكن انتوحت معه انسان محلف قاصة من بلغة من ثمة ويديروك يديك من وراك وتروح اذا هذي الاشياء كلها انتا لازمك تديرها بعين الحسبان حتى باش فيما بعد انتا ما تتفاجئش بشي اللي راه وراه يقول لك اضافة الى انه كان بعض الاخوة اللي راه معايشين في الخارج انتا رك تشوفيه باللي ثم في البلاد تشوفيه باللي راه وعنده دار وربما راه وعنده طمبيل وربما وراه يعطيلك مظهر غير المظهر الحقيقي انتاو كين اللي راه هو عايش بالسرقة وانتا شغل طمبي لم يلك لرفك يحلاله وضح لانتاوий احب تجيب خبزنتاة على العرقك وحبه هاكذا وا حبء كذلك مظلول قال مثلا يشري كاميرا كاميرا تدير قال مثلا ساميلوروه هو يروح يشريها بسي كونتور والله يشري في المسروق بروتابل لبسه كين اللي راه يعيش مذلول وفيما بعد نهار اللي راه يروح 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 ويضر فيها كوستيما على جلبه هو يعطي لك صورة واحد اخرى باش انت لما تشوفوا قال والله اخو ياه صح كين الناس اللي راه معايشين كين الناس اللي راه مخدمين كين الناس اللي راه مخدمين بتعبهم وبعرقهم وداروا ديار وداروا سيارات وراموا عايشين احسن من الفرنسيين ولكن الناس اللي راه مزيدين لهنا كين الى غير ذلك قراء وداروا وكذا كين اللي تعبوا تعبوا وخدموا وخدموا وربيعونهم لكن كين الناس اللي راه ميتمرمدوا وعايشين عايش انت ذلة وانت مهانة ولكن فيما بعد انت لما هو يروح لي في البلاد تشوفوا حاج اخرى فهمت يعني انا العبد الضائف انا الحمد لله مرانيش كين من قولوا يعني كين ناس اللي راه معايشين كين ما يقولوا العثف والكفاف عايش الحمد لله المهم عايشين بشين اللي يكتبون ربي لكن في بالك لازمك تعرف بالي بعض الاشياء اللي راه مرين عليها لا يعلموا بها الا خاصة لما توفى الوالد والوالدة وانت ما تروحش البلاد قاسما بالله حريق تعيشوا والله مأساة لا يعلمها الا الله والانسان اللي راه مرت به هذه المحن حتى اذا كان راه يقدر يهبط للبلاد غير فقط هو ما روحش قال مثلا كان خدام والله وقال ما على بلش ان شفتع ولا ذيك محبش يطلقوا ولا كذا ولا كذا ولا ملقاش الطيارة ولا كذا والله العظيم اسئل مجرب ولا تسأل طبيب كان بعض الناس اللي ربما راه حتى خدام وحتى راه يروح البلاد قال مثلا عنده امو او عنده اخوه او عنده اختوه او عمو قال روح البلاد هو وقاعد فاكون ستما وعقب الشهر لبس عليه غير هو يوصل لفرنسا بركو وميقولوا بله هاو بابك مات او هاي اختك ماتت او هاو عمك مات قاسما بالله عايش النار وإلى غير ذلك من المسائل يعني هذي فقط يعني كاشياء هكذا حبيت نعطيها لك كمفاتيح لجلبة شنتا دير هذه الامور بعين حسبان ما تحسبش انتاب اللي راهها فرنسا او ايطاليا واسمو قال راهها جنة جنة بالنسبة لشعبهم مشي بالنسبة لنا احنا الاجانب مشي بالنسبة لنا احنا اللاجئين والله المهاجرين وايضا هذا الامور هتختلف من انسان لكل انسان اللي راهه مثلا طالع هابط هو عنده الوثائق متاعه طالع هابط وراه بامكانه عنده الامكانيات وراه وطالع هابط موش كيف ما الانسان اللي راهوذرك هو مسكر عليه ما هوش خدام ما عندهش دراهم ما يقدرش يتنقل الى غير ذلك اذا هذي الامور انت لازم تديرها بعين حسبان كان اللي راهوذك مثلا هو تحدث مع طفلة او قال ربما احتى خطبها انا نعرف واحد خطب واحدة وعقد عليها لها في البلاد وكل شيء وفيما بعد نهار اللي جل هنا درت عليه هنا في فرنسا ما جل حراق الاول وجل في الفيزا وجل نهار اللي جل هنا درت عليه و الى غير ذلك ما نحكي لك انا كان انسان اللي راهو تزوج ومن بعد جاب مراه ومن بعد زد صرت له مشاكل الى غير ذلك و الناس اللي راهو عايشين هنا راهو نفس الشي راهو موما انت ما تحسبش بلي راهو الناس كراها في الجنة ولا الناس كراها لبسا عليها بالاضافة كما كنتم قلك بلي كيني الناس اللي راهو هما ما يعرفوش هذه قضية تعل الحلال والحرام وكذا اذا هذه الامور انت لازمك تاخذها بعين الحسبان لازمك تقراها قراءة سليمة لازمك تنظر مليح نظرة مليحة ولازمك انت تشوف بلي المستقبل هذا موش راهو غير فقط في اوروبا فقط قادر انت راهو ام كانين الناس اللي راهو مذركه في الجزائر والله افتح عليها ربي و دير في بالك بالي راهو ربي اذا كتبلك شي راهو يجيبو لك وانت قاعد راقر ربي واحد يطبطب عليك في الدار يعني معناه ان انت ذكرك دير في بالك انت طروح الفرانسا أو طروح الالمانيا أو الامريكا ديرها انت في بالك وانت طروح ومكان ولا يكتبها لك ربي والله مرات انت تكون قاعده هي تأتي لك كين الانسان اللي يراه وذورك انا نعطي لك يعني انا كشخص قاسم من بالله نهار اللي درت الدومون نتاع الفيزا والله اللي برجمون لما درتها وعطاولي الفيزا كين الناس اللي رأى مدفعوا عليها الرشوة يحكي لي مرة ما عنداش بزاف يحكي لي واحد نعرفوها كذا والله يحكي لي واحد قل يدفع اكثر من مليار تخيل اكثر من مليار غير على جزتها لكي يجيب فيزا ويجي لفرنسا وباش يخدم من يشعر فانا كذا ويعود غري ولباس عليها لي في البلاد مش انسان قل مثلا خدام ولا فونكسينار ولا ولا ما عندوش ولا انسان خامج بالدراهم يعني عندو مشاريع لي في البلاد هو كله شيعا قالها ورايح لفرنسا كين الانسان اللي رأى وعايش في الجزائر عايش الكفاف والعفاف وحنا انا شخصين والله العظيم قاسم من بالله لو كن نلقى وسيلة لنقدر نعيش بها في البلاد عيشة كريمة ونلقى يعني هكذا قاسم من بالله العلي العظيم وتتعدل الامور وتتعدل البلاد والله العظيم واقسم بالله على المصحف الشريف منزيد لحظة في فرنسا غير في اول طائرة نهبط هاني نحكيها لك نتحدث هالك بقناعة مش يقال واسمه وربما رأى من الناس يحوز يخرج باي وسيلة والله لو كن نلقى كما كنت نحكي لك قاسم من بالله ما زدت تقيقة تقيقة منزيدها شل هنا شكون قد الانسان اللي يعيش في بلاده ما تحسبش انت الامور باللي راها سهلة بالاضافة الى هذه الامور هذيك مرات انت هو انك تمرض تدخل للمستشفى ما كانش حتى واحد يأتي يصورك وين انك انت لها تشوف انت واحد مرض قل العرش كامل يتقلع العرش كامل يرحل شوف واحد يموت تشوف الناس كيف شراءت الضامن مع بعضها صحيح كاين الظلم صحيح كاين الحقرة صحيح كاين البناء عميس صحيح كاين الجهوية صحيح لك الانسان هذا الانسان اللي راه فكر هو في الحرقة صحيح هو انه راه كاين اشياء اللي راه تدفع فيه وقلتنا في بداية هذا التسجيل قاضيا تأليم هذا الحرقة هو انه الانسان راه عنده اشياء راه تدفع فيه كاين لوك ما كانش تكافه السوق الفرص كاين الانسان اللي ما عندهش سكنة كاين الانسان اللي راه يتيم كاين الانسان اللي راه محقور كاين اللي راه مهمش كان يراه مثلا يخدم في إدارة يجو في صحابه قال مثلا ترقاه واحد صار مدير واحد صار كذا وكذا وهو حياته مسكين هو يدبر ما دار واله كان واحد معلم حياته كامل هو معلم صحابه طلعه مدارة وطلعه وطلعه كذا هو قاعد في بلاسته واحد قال مثلا خدام واحد طلع قال صار شفشونتي واحد صار مع الباليشان هو راه ما زال في البلاستانتاعه كان يراه في العسكر قال مثلا صحابه طلعه داروا لهم قرادات وكذا 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 وهو راهو مسكين محقور وكذا كان الانسان اللي راهو خدامه وراهو يجتهد وراهو traditional وفيما بعد هو محقور ومهمش وكذا نعرف هذه الامور كامل لكن فقط أنا راني نقول لك باللي فكر قبل ما تخرج ودير هذه الامور بعين الحسبان يعني انت لما تخرج غدوة فكر وتوقع هذه الاشياء اللي راني نقولها لك ديرها بعين الحسبان لشغضوة حتى اذا انت تخرج فيما بعد انت ما تتفجأش دير ربي في بالك ويفتح عليك ربما واحد اللي راه هو يعني المهم انت توجه الربي توجه الربي راه وقادر ربي هو يفتح عليك ما تشوفش انت اقل مثلا هذا صاحبك ولا بنعمك ربي دير ربي في بالك ربي هو يفتح عليك ربي ما يخيبكش لخطر علاء الانسان المسلم هذا ما عندوش واحد يلجأ ليه قبل ما الرب لخطر سوف يفتح عليك ربي هو ينحي عليك الغي servant ربي هو ينحي عليك اليأس ربي هو ينحي عليك الإحباط ربي هو ينحي عليك الفقر oraz الظلم أعرف بالل interrog بتلك المبلغ أعرف باللغة الأبواب غلقة وиях吐что فاهم هذه الأمور لكن اكثر لا تنقق به هفسنا للمهم خطر ذكروا ما هي مهدد بالقتل وربما ما عندوش باسبور كينين اللي رهم من هذا النوع هذا وراه ما لقى حتى حل لقى غير هذا الطريقة هذا الانسان راه هو شغل محكم عليه بالاعدام راه هو ذرك هو خلاص عندو هذيك الطريقة يفوت منها والله ما كانش وربما ولكن انت يا صاحب انت رك اللي بس عليك شاب ما زالك في مقتبل العمر ما عندك قلمة ماضي سياسي ما عندك قلمة امور لك تسموه تروح انت مباشرة هو انك انت تفكر على جلبة انتенко يخويا اخرج اخرج بطريقة واحدة اخرى عندك باسبور بدل من انك انت تحرك ورح انت التركيا ورح لدولة واحدة اخرى قاله من ثم من بعد وا ربما تخدم وثائق ثم مالا تروح للبنان مثلا تخدم وثائق انتا ربما في لبنان او في الاردن او في دولة اللي عربية مثلا وفيما بعد انتا قال مثلا تنتقل من ثم ерж ايضيك تروح للدول العربية وروح للدولة من هذه الدول اللي ربما تخليك انت تدخل بلا فيزا او ربما تدير فيزا ودير فيزا لها دولة واحدة اخرى وفيما بعد قال انت مثلا الهدف انت عكرك رايح لفرنسا او رايح لإسبانيا او ألمانيا لا ربما تروح لها بطريقة واحدة اخرى علش تروح انت تحرق وتروح تدخل انت البحر كان اللي ربما حتي يدفع اموال اموال هكذا قال ما على بلش أنا وصلت حتى مئة مليون مئة مليون صاحب يدير بها بروجي هذه باختصار المهمة الاخوة والاخوات عارف باللي ربما كنت قاسي ربما راح يشوفوا فيها كأنه راح وسد الافق ولكن هذه هي الحقيقة يعني انا ما رانيش نقول لك ما تخرج اراني نقول لك اخرج اخرج بطريقة يعني مش اللي تسبب لك هي المخاطر وربما هو انك تفقد الحياة انتعك وربما تزيد تسبب مأسيل العائلة انتعك هذا هو الشي اللي يعني هذا هو خلاصة الحديث ما نقول لك انا ما تخرج اخرج ولكن فكر قبل ما انت تلقي بالنفس انتعك للتهلكة رب يوفقكم ورب ان شاء الله يحل هذه المشاكل اللي راح تواجهكم ورب ان شاء الله يحفظكم ورب ان شاء الله يفتح عليكم الافاق ورب ان شاء الله يعوذكم هذه السنين هذه اللي قضيتوها في اليأس وفي الاحباط وفي البطالة ورب ان شاء الله يفتح علينا جميعا وان شاء الله نعيشوا في الجزائر آمينين مطمئنين وإن شاء الله يبعد علينا ولد الحرام اللي راهم فقروا شعب انتاهم واللي يعني دفعوا عائلات بأكمالها على جلباش تخرج وعلى جلباش تهجر إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته